بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الوحدة السابعة في المهارات اللغوية عن الدلالة وأنواعها الصوتية والصرفية علم الدلالة هو أحد فروع علم العربية ويسميه بعضهم علم المعنى فهو الذي يدرس المعنى والشروط الواجب توفرها في الرمز ليكون قادرا على حمل المعنى وعليه فهو يبحث في حقيقة المعنى وكيفية الوصول إليه وإذا كان علم المعنى بمفهومه الحديث قد ظهر بأصوله وقواعده ونظرياته الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر فإن مفهومه المذكور آنفا وأعني علم المعنى قديم يمتد في أعماق التاريخ فاهتمام العلماء بالدلالة واضح في مؤلفاتهم النحوية والمعجمية ومن مظاهر ذلك عند علماء العرب اهتمامهم ببيان العلاقة بين طبيعة اللفظ ومعناه وهو أمر سنعرض له في هذا الموضوع للدلالة عند علماء العربية أو عند علماء اللغة أربعة أنواع النوع الأول دلالة الصوت وتسمى الدلالة الصوتية فأصوات اللغة العربية تمتاز بتوزعها في مدرج النطق من الجوف إلى الحلق وتوجويف الأنف والفم ثم طرف اللسان والشفتين وقد اجتنب العرب تخفيفا في النطق ومراعاة لسهولة الأداء الجمع بين بعض الأصوات اللغوية يعني بعض الحروف لا تأتي في كلمة واحدة مثل الزاي مع الضاء والسين والضاد والذال وجود الزاي مع هذه الحروف يؤدي إلى صعوبة في النطق الجيم مع القاف والضاء والطاء والغين والصاد وجميع أو معظم الكلمات أو جميع الكلمات التي تأتي في هذا المعنى اجتمع فيها زاي مع سين أو اجتمع فيها قاف جيم مع قاف والضاء أو طاء أو غين أو صاد أو غيرها هي حروف ربما تكون منقولة من غير العربية الخاء قبل الهاء هذا لا يأتي في اللغة لأنها يعني صعبة في النطق الحاء مع الهاء النون قبل الراء الهاء قبل العين اللام قبل الشين هذه كلها أصوات في اللغة العربية اجتماعها يؤدي إلى صعوبة في النطق وقد لاحظ العرب في لغاتهم نغمات لاحظ العرب نغمات تصدرها بعض الحروف ذات دلالة على المعنى في النغمة دلالة على المعنى من ذلك ما أشار إليه الخليل حين قال عن العرب كأنهم توهموا في صوت الجند باستطالة في صوته استطالة ومد فقالوا صر وتوهموا يعني سمعوا في صوت البازي تقطيعا صوته مقطع فقالوا صر صر هذا مما يؤكد على أن العرب اهتموا بأن بدلالة الألفاظ وأن هناك تقارب بين نطق الكلمة وبين معناها وواقعها وقد تتقارب هذا من دلالة الأصوات على المعنى أنه قد تتقارب أصوات لفظين وتختلفان في صوت واحد وهذا يؤدي إلى اتفاق في المعنى العام لللفظين واختلافهما في دلالة اللفظة بحسب ما يمليه جرس الصوت المختلف بينهما ومن ذلك قضم وخضم كلاهما تعني الأكل غير أن القضم جعل لأكل الصلب لقوة القاف أما الخضم فلأكل الرطب من الأكل يعني الأكل الرطب لرخاوة الخاء وقد نبه ابن جني إلى ذلك في كتابه الخصائص تحت باب سماه امساس اللفظ أشباه المعاني قال ومن ذلك قولهم نضح هذا مثال آخر ذكره ابن جني في كتابه قال نضح ونضخ وكلاهما طبعا للماء المتدفق فالنضخ النضخ بالخاء أقوى من النضح لقوة الخاء في مقابل الحاء وستدل بقوله تعالى فيهما عينان نضاختان فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف أما الخاء فهي لما هو أقوى ومما أثاره ابن جني وهو عبقري في هذا الباب في كتابه وجود تناسب بين اللفظ ومدلوله بين اللفظ ومدلوله فقعد بابا سماه تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني أي اقتراب اللفظ لاقتراب المعاني فقال في قوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أزا أي تزعجهم وتقلقهم فالمعنى تهزهم هزا والهمزة أخت الهاء الهمزة أخت لتقاربهما في المخرج وبالتالي تقاربا في المعنى وإنما جاءت الهمزة هنا في هذه الآية بدل الهاء لقوتها مما يعطي قوة في المعنى فالأز أقوى من الهز ومما لفت نظر علماء العربية خاصية ثنائية الألفاظ وهي أن اشتراك الأصول اللفظية الثلاثية في حرفين يشير إلى تقارب في المعنى مثلا نفث نفخ نفد نفذ نفد نفس نفع هذه كلها تشترك في حرفي النون والفا وبالتالي فبينهما معنى عام مشترك وهو الخروج والانتقال في كل من هذه الكلمات معنى خروج وانتقال انتقال شيء من مكان إلى مكان وخروج شيء من شيء وهذا معنى ظاهر أو معنى خفي يربط بين هذه الألفاظ كلها ومثلها قطب قطع قطم قطف أو قطب قطع قطم قطف بالتخفيف هذه كلها تشترك في حرف القاف والطا وبالتالي هنا اشتراك في المعنى العام وهو الفصل وهو الفصل فيها كلها معنى الفصل ومثلها حجب حجز حجم تشترك في الحاء والجيم وفي المعنى العام وهو الحجز والمنع وهذه نظرية ذكرها علاماء العربية قديما وهي غالبة غير لازمة هي غالبة غير لازمة